رئيس فرق الرصد والتقصي بمدينة طبرق دكتور أحمد أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام دكتور هل لك أن تضعنا الآن في صورة الوضع الوبائي بمدينة طبرق بسم الله الرحيم أول حاجة تحية لك دكتورنا تحية لكيب الكرام وخاصة دكتور مجدي دكتورنا وأستاذنا بنسبة الوضع الوبائي في طبرق الوضع في الحقيقة غير جيد نحن اليوم قرشنا في 41 يوم من تلسيل أول حالة يوم 23 سابة بلغ عدد الحالات عندنا 139 حالة الشفاء صلى الله عليه وسلم حالة 90 حالة لكن نسبة الوفاء زابت عندنا اليوم سجلنا أربع حالة وضعيات ليصبح عدد وضعيات 28 وفاء الشيء الملاحظ عندنا أن الحالات من 23 سابعة إلى 28 كان نجند عرض متوسطة إلى خطيرة لأن هناك دهشة بعض الشيء في زياد حرارة مثلا في واحد من أبضالي الشخص عندنا حالة موجبة كان عنده حرارة فقط وعنده دهشة وكان نسبة درسجينة كويسة لكن من يوم 28 إلى اليوم الحالات اللي يجعنا كلنا الرغم مقلن عدد حالات اشتباه لكن الحالات اللي يجعنا كلنا نسبة درسجين ناقص والإنسلتريشن اللي هو العلمات اللي في صورة الأشعة العلمات يعني شديدة هذا الشيء مستغر بشوء نحن بالنسبة لنا والله معاش عرفنا وخاصة اليوم يعني في وضع النفسي مشكويت لأننا في أربع حالات وفاة مهم واحد تصغير في العمر يعني عمره 50 سنة وآثر فينا كلنا يعني كلنا لأننا الشخص يعني مشغول في طبرق وشخصية طيبة وناساً ما يخصر لي ورحمة أثر فينا بشراحة طيب ما الرسالة التي تريد أن توجهها الآن لإنقاذ مدينة طبرق الرسالة الأولى والأخيرة رقم واحد في مرض وباء اسم كورونا اشتاح العالم واشتاح ليبيا الآن والمرض أضع فتاك كما أشار دكتورنا ومجدي الناس ما زالت في ناس مكذب ما زالت في ناس كما أتب حتى في وحدين توطفوا من الفيروس هذا في ناس ما زالت مصرد بإعزاء ما زالت تفسير وفيه الفروح ما زالا مستمرات وفيه التجمعات ما زالا قاعدات يعني بالمفارقات نحن عندنا في قسم العزل طبعا نحن ديرين ترياج وهو عيادة الصدرية وعيادات الخادمات الصحية يستقبل في المرضى يديرها الفلترة الحالات المتوسطة الخضيرة يتحولون إلى قسم العزل قسم العزل يستقبل لما ندخل الحالة في قسم العزل وصحبناها حتى كان طلعت نتيجة سالبة عندنا في قسم العزل لما تكون موجبة تمشي لمركز الحياة نحن دير المركز من المركز الحياة لحالات الموجبة لما تقبل عندنا حالة مثلا اشتباه كبير والله حتى نتجدتها موجبة مثلا في وحدة من الحالات كانت لعبا على سباب عندنا ونبدأ نشنع نقلوها لأنه وضع صعب فإذا تقسم العزل هل اللي باعدين برا متجمعين يعني مفارقة غريبة ما تعرفش اشتفسير الموضوع عضاء هل تقل ثقاطة هل مثلا يعنيات هل الله هنا ما جدا تشتير صراحة رضو عظم اشعال تشتير وهنا لن نتحدث عن دور للإعلام أو للأطباء فقط بل نتحدث عن دور حتى للمؤثرين اجتماعيا في كل المدن بالتأكيد هناك دور حتى للحكماء والعيال ورجال القبائل في ضرورة حث الناس بل وفرض الفرض على المواطنين في كافة هذه المدن أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية خاصة أننا وصلنا لمرحلة خطيرة أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد صالح الفزاني رئيس فرق رصد والتقصي ببدينة طبرق مرة أخرى